السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا اليوم إن شاء الله راح أشرح بعض الأشياء في الملتيميديا ففي ناس ما تفهم في الملتيميديا كويس فرح نشرح بعض الأشياء اللي ممكن تفهمكم أكثر وأكثر طبعا الملتيميديا أشياء كثيرة لكن عموما اللي نركز عليها هي الصوت وأيضا إيش؟ الفيديو الصوت بالفيديو خلوا الصور الصور لها شيئ ثانية لكن خلنا نحط الصور ليش لا طيب أول شي نجي على الفيديو بعدين بشرح لكم الصوت بعدين بشرح لكم الصور الفيديو طبعا المعروف وفي عصره للحاضر صار في شيء اسمه الـ HD والـ HD هو عبارة عن زيادة في عدد البيكسلات لتوضيح الفيديو بأكبر عدد ممكن طبعا اللي ما يعرفيش البيكسل هو عبارة عن مربع طبعا مربع يقاس بالـ Micro مربع مرة صغير إذا تبقى تشوف المربع هذا خذ قرب وجهك من التلفزون حتشوف مربعات صغيرة 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 تقدر تشوف البيكسل طبعا عندنا في عصر الحاضر طبعا عندنا أنواع من الصيغة وحتشوفها أيضا في اليوتيوب الصيغة الأولى صيغة الـ 240 بيكسل 240 بيكسل وهذه الصيغة لا سوري 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 في أضعف من هذه الصيغة 140 بيكسل وهذه الصيغة كانت تتشغل في جوالات الباندة زمان والدامعة والكلام هذا اللي هي هذه الصيغة صيغة مرة مرة ضعيفة جدا وتصلح للناس اللي اتصالهم مرة ضعيف يعني ممكن يمشي في اليوتيوب بالفيديو بل الصيغة هذي يمشي كويس إذا كان واحد اتصال ضعيف نطلع شوية عندنا الـ 240 بيكسل هذه أيضا إيش؟ صيغة ثانية طبعا لاحد يقول إيش يش تس تقول اضغط على الإعدادات عندك في اليوتيوب اختار الصيغة نوع جودة حتلقوا كلامي هذا كله اللي جاهز أقوله الـ 240 بيكسل عموما هي صيغة رائعة جدا لا عليها للناس اللي يعني النت عندهم في مشاكل أو كذا لكن عموما يقدر يعرض فيديو اليوتيوب بشكل مقبول نوعا ما فهذه الصيغة تقريبا تستخدم في الجوالات الحديثة الآن زي الجلاكسي والآيفون طبعا أيضا جلاكسي والآيفون فيها الـ HD بس راح نتكلم فيها بعد شوية لكن هذه تستخدم كفيديو عادي يعني زي في مقاطع الكيك ومقاطع الأخرى عندنا الـ 360 بيكسل وهي صيغة أكبر شوية وتقريبا هذه هي الصيغة الافتراضية في اليوتيوب إذا جيت مثلا تفتح مقطع في اليوتيوب تجيك هذه الصيغة هي الصيغة الافتراضية في اليوتيوب سوري والله كاجاتي كثير عندنا الصيغة 480 بيكسل وهذه هي الصيغة لا يستخدمها إيش؟ التلفزونات بشكل عام قناة Mbc قناة Action قناة 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 الرياضية السعودية تستخدم الـ 480 بيكسل هي صيغة التلفزيون 480 بيكسل أيضا موجودة عندك في اليوتيوب تقدر تختارها الحين خلصنا من هذه نجي عند الـ HD الـ HD 720 بيكسل هنا نقدر نطلق عليه كلمة HD فـ HD معناتها عالي جودة يعني بالشكل لا يوصف شي مرة مرة عالي جودة فـ 720 بيكسل طبعا تستخدم في اليوتيوب لكن عموما للي الناس عنده متصال من 2 ميجا وفوق يقدر يطالعوها رح نتكلم عن 1080 سوري أوكي طيب رح نتكلم عن 1080 بيكسل أيضا تكملة 1080 بيكسل أيضا HD لكن ليست HD فقط هي Full HD فول اتش دي فول اتش دي معناته دبل الـ HD اللي تكلمنا عنه دبل الـ 720 بيكسل دبلها فول اتش دي اللي هي 1080 طبعا في 2012 تم اكتشاف صيغة جديدة تسمى بصيغة 4K 4K الـ 4K هي دبل الـ Full HD أربع مرات يعني أربع مرات من الـ Full HD يعطينا الـ 4K صدق أو لا تصدق موجودة الآن من شاشات سامسونج هنا نوقف وهذه هي صيغ الفيديو بشكل عام نيجي على الصوت انت لو تبغى تحمل الغنية أحيانا تلقى الغنية صوتها مو ذاك الزوت وأحيانا تلقى الغنية ما شاء الله زي مثلا الغنية اللي تجيك في السيدي في الألبومات هذه صوتها واضح وقوي أيضا الصوت له صيغ خلاص عندنا أول صيغة من الصوت 128 بيت 128 بيت هذا صيغة من الصوت تقريبا هذه تجي في المقاطع العادية لانا شيد هذه اللي نسمعها دائما عندنا الميتين وستين ميتين وستين أتوقع بيت هذه صيغة تقريبا تجي إذا حملت الألبوم مثلا من موقع معين وشي كده نلزب دائما إذا حملت الألبوم فنان تجي هذه الصيغة أما الصيغة اللي تستخدم في السيديات الآن وفي محلات الأغاني وكده ثلاثمئة وعشرين بيت وهي أفضل صيغة للصوت بشكل لا يوصف ثلاثمئة وعشرين بيت مثل لو عندك أنا شيدو كده نحملها إذا لقيت لها صيغة ثلاثمئة وعشرين بيت راح تكون محظوظ لأن هذه الصيغة مرة مرة صوت عالي وواضحة زي ما نسمعها دائما في السيدي حق السيارة طبعا إذا نبقى نتكلم عن الكلام هذا حق الصوت راح أعطيكم ملام مثال نجي عند الصوت مثلا ندخل عند الميوزيك عندي نأخذ هذه الأغنية مثلا بامتكيب نجي عند التفاصيل أها تشوفوا هنا كيلو بيت في الثانية كم ثلاثمئة وعشرين يعني هذه الصوتها مرة رائع جدا وهذه الأغنية ترى أنا حملتها حملتها موقع فهذا عشان كذا إيش لو نجي نطالع في الحجم تسع ميجا يعني تشوف أغنية أربع دقائق تسع ميجا فهنا طبعا نتكلم عن هذه الصيغة أعلى صيغة في الصوت اللي هي ثلاثمئة وعشرين كيلو بايت سوري هي كيلو بايت وليست بيت يعني أنا أجيب العيد كل شوية كيلو بايت كيلو بايت ما عليش بس أنا ماني متخصص مرة في الكلام هذا فهي كيلو بايت طيب هذا بالنسبة لي صيغة الصوت نجي على الصور الصور معروفة طبعا والكل ما شاري كانون وشاري لخ 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 فعندنا من واحد إلى تقريبا أربعين تقريبا ميجا بيكسل فالصور معروفة يعني ما يحتاج أشرح لكم ما شاء الله كلكم عارفين ما شاء الله اللي عنده مثلا الجلاكسي 8 ميجا بيكسل اللي عنده الآيفون مثلا الآيفون الآن 13 ميجا بيكسل هو الآيفون إش 4 اس سوري 5 اس فعندنا اللي هي كاميرات كانون مثلا كاميرات كانون تجي بـ 18 ميجا بيكسل فالصور معروفة البكسلات حقتها ومعروفة ما ينحتاج نشرح لها هذه كان شرح بسيط للميليتي ميديا بشكل عام وما هي نواع الصيغ طبعا أي واحد عنده سؤال واستفسار أبدا لا يستحق يجي يكلمني على سكايب وبإذن الله تعالى رح أقدر أفيده شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته